أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم رأينا في الحلقة السابقة الرابط بين الآية أربعة من سورة إبراهيم والآية 103 من سورة النحل ودور الرسول في تبليغ الرسالة بلسان قومه ليبين لهم ويوضح لهم ما جاء في الكتب المقدسة السابقة كالتورا والتناخ والأناجيل وقصص الوعظ وأمثلة الحكمة وهي في الأصل بلغات أجنبية تقتضي تيسيرها بلسان عربي مبين من أجل التبشير والتبليغ كما جاء في سورة مريم الآية 97 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذى هذا التيسير لا شك يخفي تحته طبقات هذه النصوص المقدسة وقصص الوعظ والتبشير وكأننا أمام طرس من الرقوق موسح نصه الأصلي من أجل كتابة نص آخر فوقه وقد قدمت العديد من الحلقات تخص مصادر القرآن كقصة فيتيات أفسس في الموروط المسيحي السورياني وقلت أنها كانت موجودة بعدة لغات قبل الإسلام أهمها اللغة السوريانية مما أثار غضب بعض الباحثين المغاربة ومنهم من تحداني أن أقدم ولو مخطوطة واحدة ترجع لما قبل القرن العاشر الميلادي معتقدا صاحبنا بأن الموروط السورياني هو الذي أخذ من القرآن وليس العكس فقدمت له ثلاث مخطوطات أحدتها تعود للقرن السابع الميلادي وقت ظهور الإسلام وهي مخطوطة MS 156 موجودة في دير القديس مارك بالقدس ومخطوطة ماردين أرتودوكس تحت رقم 139 والثالثة في مكتبة الفاتيكان تحت رقم 115 وكتبت مقالا حول هذا الموضوع نقلته جريدة الشارع الثقافي التونسية مشكورة ثم قصة تكسير إبراهيم الخليل الأصنام في القرآن كانت موجودة في الموروط اليهودي في مدراش ربا مما أثار غضب بعض الدعاة المسلمين وردوا علي ما قلته بالتصغير والتحقير في قنواتهم وصفحاتهم على الفيسبوك بما سموه الرد على الشبهات وذهبوا إلى أن مدراش ربا كتب في القرن الحادي عشر الميلادي باعتراف علماء اليهود أنفسهم حسب زعمهم وأنسكليوبيديا اليهودية لكن كالعادة أخفوا نصف الحقيقة ليوهموا المسلم البسيط أن مدراش ربا في قصة إبراهيم نقل عن القرآن وهذا من المضحك المبكي وأن حخامات اليهود صرقوا من القرآن لشرح التوراة صفر التكوين في قصة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل واتهموني بالقول أنني قلت بأن القرآن صرق من المدراش لكن ما قلته استلهم واستوحى من مدراش ربا ولم أقل صرق كما زعموا نعم أقدم المخطوطات لمدراش ربا الآن فعلا تعود لما بين القرن الحادي عشر الميلادي والقرن الثناش ومن أهمها مخطوطة توجد في مكتبة الفاتيكان VATEPR60 لمدراش ربا صفر التكوين ومخطوطة VATEPR30 وكذلك مخطوطة مكتبة لندن تحت رقم BLADD271169 وهي لصفر اللويين وغيرها بعد موجود مخطوطة تعود لما قبل القرن السابع الميلادي فترة ظهور القرآن لا ينفي كتابته ما بين 425 و 500 ميلادية كما يشهد على ذلك المتخصصون أمثال حنوك البك عمل أستاذ علوم التلمود بجامعة القدس والأستاذ أندريا لهنارد من جامعة ماينز والأستاذ الأمريكي الروسي أندريا أورلوف والقصة موجودة فيما يسمى بالأبوكاليبس أوف أبراهام وهي من قصص المدراش وليست من الأصفار المقدسة في التوراة نعم تطورت عبر العصور شأنها شأن التفاسير الإسلامية للقرآن والأحاديث النبوية ولو رجعنا للمخطوطة والطعن في مدراش ربا والادعاء بأنه أخذ عن القرآن دون دليل نجد على سبيل المثال كتاب صحيح البخاري له نفس الإشكالية أيضا لكن أصحاب الردود على الشبهات يكيلون بمكيالين فحلال على أصح كتاب بعد القرآن وهو كتاب صحيح البخاري وحرام على المدراش ربا لأن مخطوطته تعود للقرنين الحادي عشر والقرن الثناش فبحسب عقيدة المسلمين السنة فإن الأحاديث النبوية الشريفة تعود للرسول في القرن السابع الميلادي بينما أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عاش في القرن التاسع الميلادي أي بعد قرنين من وفاة الرسول ليقدم لنا أحاديث الرسول الصحيحة وأقدم مخطوطة لكتاب صحيح البخاري كما ناقشت الموضوع مع الأستاذ رشيد أيلال في حلقة خاصة هي مخطوطة منغانا إسلاميك أرابيك مائتين وخمسة وعشرين التي يعتقد أنها كتبت سنة قبل وفاة المروزي أي سنة تسعمائة وسبعين ميلادية يعني بعد أكثر من قرن على وفاة البخاري نفسه والمخطوطة ليست كاملة فهي تتضمن 52 رقعة فقط بينما المخطوطة الكاملة بين قوسين الفتح الباري التي تعود لابن حجر العسقلاني المتوفى في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي أي بعد أكثر من خمس قرون من وفاة البخاري وتمانية قرون على وفاة الرسول فأصحاب الردود على الشبهات ينتبهون لإشكاليات الخصوم وهذا شيء مطلوب ولا ينتبهون لنفس الإشكالية عندما يتعلق الأمر بكتبه فالتشكيك في وجود مدراش ربا قبل الإسلام لا يقف على أرضية صلبة فالعقيدة اليهودية وكتبها المقدسة أقدم من الإسلام وبعض علماء الدين الحنيف نهلوا من كتب اليهود لتقديم تفاصيل عن شخصيات الكتابية التي لا يجدونها في الموروط الإسلامي وهي ما تسمى عندهم بالإسرائيليات ولم نسمع أو نقرأ عن رجال الدين اليهود أخذوا من كتب الإسلام وأدخلوها في كتبهم لتفسير التناخ ولو كانت هذه الفرضية الموجودة نتحدث عنها نقاد النصوص من اليهود أنفسهم قبل غيرهم لوجدت في الهاجادوت والمدراش والتلمود ولأعطوها أسماء يليق بها كالإسلاميات نعم لا يمكن إنكار تأثير بعض علماء اليهود أو تأثر بعض علماء اليهود بالموروط الإسلامي في الجدل اللاهوتي كالعلام موسى بن ميمون ولكن ليس لدرجة نقل حرفي من الموروط الإسلامي كالقرآن والحديث رغم تظاهره باعتناق الإسلام في فترة من حياته خلاصة القول فالقرآن ابن بيئته يحتوي على تراكمات وعضية وأحكام وقصص كانت موجودة في ذاكرة مجمعه غير الوتن والموحد بالله عبر عنها بأساطير الأولين فالنص القرآني لم ينفي وجودها بلغة أعجمية لكن الميزة فيه أنها بلسان عربي مبين لتبليغ رسالة التي تحملها هذه التراكمات الوعضية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة أخرى فكونوا معنا شكرا